اشتركوا في القناة نسا فاكر كي انه مبارح وانا في جريد الوطن شغالين فوق في عز الايام دي وشايف الاخوان في الشرع بيهجموا على المقر الجريدة عندنا ينهر ابيض كانت في الايام الاولى بعد عزل مرس مباشرة كنا احنا في الدور كنت انا في الدور الرابع تقريبا وبنتابع ساعتها الاحداث ما كناش بالروح ايام الشغل دي كتا ايام وذكريات ما وفاكر في مرة يعني وانا بعد ما روحت كمان كان بعد المغرب مدير التحرير اتصل عليها اللي رجعتني كمان فكملت الليل كتا ايام ما كناش بالنام في الحقيقة حتى في الثلاث سنين من 2011 13 كتا ايام شغل في الاعلام والصحافة اصل الاخوان دلوقتي بيدعوا ان هم دعاة الحرية وحريات الرأي والتعبير وابداء الاراء والتفكير وهو رايح لجورنال عشان يحرقوا ويعور او يقتل حصار مدينة الانتاج ولا ايه ما لقيت انك بولك انت حضرت بنفسك يعني كبولك ايام في الحلقة كانوا يجي حصروا وبدأوا الاول بقوات حزم صلاح ابو اسماعيل قتلت حزم ثم بعد ذلك توالت الهجمات وكنا نلف علشان ننط من فوق اسوار وندخل من ابواب كانت ملغية وحتة كانت اسوار قديمة يتفتح لنا منها حتة جملائنا من العاملين في القنوات بمعاول بسيطة وبتاع عشان نعرف ننفد من حتة دي كده عشان نخش للستوديوهات نشتغل ايام الله لاعتها في الحقيقة كانت ايام صعبة جدا لكن دلوقتي بقي الزكريات هي مش مريرة اوي لكن زكريات ممكن تقول الدفاع عن الوطن وحب الوطن وازين احنا في الفترة دي يعني ناس كتير اوي ضحت وانا استعبت وناس باعت وخانت يعني باعت وخانت بسهولة جدا يعني في الفترة دي لأ وباعوا بلا تفكير اه وبعدين حكاية شعر الحرية والقصة دي ارجع الوسائق التمكين اللي هي بتاعت خيرة الشاطر وقديل السلسبيل ولازم هتشوف ازاي نحيد القوى السياسية اه وازاي نحنا مع الغرب نتواصل مع الغرب فلازم ارفع الشعار الديمقراطية والكلام ده يعني فهي اصلا شعارات بتكون براقة حتى ما بعد آآ عزل مرسي هنلاقي انهما في الخطة بتاعتهم حكتين او تلاتة واحد آآ تحييد القوى السياسية برضو اتنين الهجوم عالجيش والشرطة دي اتنين دي لازم يعني ازاي ان انا باعتبار ان الجيش هو حامل حما تحديدا انا اتذكر وصححني في فلانا هقوله محمد البلتاجي سيء الذكر محمد البلتاجي طلع في برنامج على الهوى يتكلم على رؤية الجماعة ورؤية محمد مرسي في ضرورة تشكيل قوة موازية لقوة الشرطية بتاعت وزاة الداخلية ده كان واضح من 2012 انه لازم يتعامل ونرجع الورا كمان لا من 95 كمان النواة انا اعمل نواة تبجهزة لما يسمى الجناح الخاص المسلح وتدرب في الخارج وترجع تبجهزة بمجرد من نقرر ده في مرحلة مقبلة دول هما اللي هيكونوا قادة هذا النظام الخاص ده تم بسرعة 2011 بقى جاتوا وبتاعوا فهما ما كانوش جاهزين بشكل متكامل فبدأوا يفكروا في ما يسمى عمل حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الايراني وكان في زيارة للمسؤول الايراني واحنا عارفين كلنا وده جيه في مسلسل هجمة مرتدة وده كان بيوسق الحالة دي وقاعد معاهم وكان في اجتماع كمان مهم جدا حصل في مدينة بنغازي في ليبيا وكان حضره محمود عزت وقصام الحداد وواحد اسمه ابو عبيدة في ليبيا ولتجهيز ما يسمى وفيه صروة صلاح شاحة كمان ودلوقتي مقبوضة عليه تجهيز ما يسمى هذا الحرس الثوري اللي هو مش عارف كان يطلقه عليه الحرس الثوري الايراني ولا اي اسم لكن هو كان فيه حرس بيتشكل الجماعة الاسلامية المصرية في الصعيد استعجلت ده وشوفنا طلعه بموتسيكلات وريات سودا صح ده موسق بالفيديو متصور متصورة وطلعين ان هو استعدادا لعمل ما يسمى الحرس الثوري اللي هو يؤمن وهيكون جناح بديل للجيش المصري حس ان انت يبجيش ودام جيش وده بالمناسبة استراتيجية وسياسة سياسة الميليشيوية الميليشيوية دي خلاص بدأ الدول كتيرة جدا تستخدمها يعني حكاية ان انا اعمل ميليشيات تقاتل على غرار الجيش وشغلها سواء في داخل الدولة او في خارج اطار الدولة يعني مثلا فاغنر مثلا الميليشيات اللي هي في ليبيا الميليشيات اللي هي الايرانية مثلا في بعض المناطق فاذا انت عندك دي سياسة واستراتيجية جديدة اللي هي حرب الميليشيات الحرب اللي هي اللا متماثلة مع الجيش يعني الجيش هيقاتل بقى في حرب شوارع وقصص بيتعب يعني امور بتورهقائية جيش في العالم فهو كان عاوز يعمل حرس ثوري شكله ده مازل لو لم تحدث 30 يونيو فانت كنت ستشاهب حرس ثوري بشعارات اسلامية بديل للشرطة والجيش في الشوارع وشو بقى هيعمل ايه بقى تو خلينا نفكر على اكتر من زاوية ازاي 36 انقذت مصر من براثن الاخوان والجماعات المتطرفة يعني على سبيل المثال انا اتذكر كويس جدا انه هم عملوا مجموعة من الكتائب اللي كانت بتلف في بعض المحافظات وكان من اشهرها محافظة اسماعيلية لما قطعوا ادن الولد اللي كان ماشي مع خطبته في الشارع على سبيل المثال وكانوا بدأوا بالفعل بتشكيل النوع ده من الكتائب اه وافتكر كمان حتى برضو سيء الزكر محمد البلتاجي سيء الزكر جدا سيء الزكر محمد البلتاجي لما طلع يهدد وهو متصور لما كان وقتها مسيطرين على ميدان الشهيد المستشار عشان ببركات عند جمع ربع العدوية وقال انه لو عاوزين اللي في سينة يتوقف علينا باعادة مرسي للحكم او على الجيش باعادة مرسي للحكم مرة تالية فقدان نفسه لانه غبي يعني بس دي قصة لكن تعال انا عد نفكر كان هيبقى ايه شكل الشارع في مصر ايه شكل التلفزيون والصحافة في مصر ايه شكل الثقافة مع علاء عب عزيز اللي كان بزر الثقافة بتاع الاخوان ايه شكل التموين اللي كانوا بيسرقوا فيه دقيق ويدوه لتجار الاخوان يتجروا به في السوق السوداء وموسق ومثبت برضو وهكذا نبدأ بالشكل الاول اللي احنا كنا متكلمين في الميليشياوي اولا انت شفت المؤتمر اللي كان في الاستاد اه طبعا فخلاص احنا رأى طيب وفكتور عمانويل وكل جماعة فيما بعد خلي بالك هما كانوا في مرحلة واحدة في بوتقة واحدة وعلى مركب واحد لكن فيما بعد هيتنفسوا مع بعض وهتبدأ مذابح مش مذابح ومعارك مع الدولة ولا مع الشعب ولا مع الجيش لا مع نفسهم هما كمان يعني انت كنت هتشهد معارك في الشوارع معارك من نوع غريب جدا دي اللي شاهدتها دول كتيرة الصومال وشاهد افغانستان هتشوفه في سوريا في سوريا يمكن مية وعشرين فصيل تخيل مية وعشرين فصيل يعني احنا دينا متابعين للحالة دي استحال ان انا قدر احصي ما يجري كل يوم من هذه الفصال صعب جدا عاوزة كتيبة تقعد بس الفصال سوريا بس الحالة دي كانت تحصل في مصر دي اول مشهد واول سيناريو حرس السوري والحالة الميليشيوية دي من الجامعات دي واحد على ناحية الاقتصادية انت جامعية تبدأ لحسن مالك خلاص هي بتسيطر بدأت تسيطر على شركات وجابوا عمل واجتماعات جامعية رجال اعمال خاصة بيهم ونبدأ نستقطب رجال الاعمال ده بدأوا من اخر 2011 واشتغلوا خلاص يبا انت الحالة الاقتصادية انت شايف حالة احتكارية لشركات معينة بشكل معين والاقتصاد هنا مفيش حتى رؤية انت بتكلم على يقولك مشروع نهضة لا مفيش نهضة اعترفوا بعد كده قالك مفيش عندنا هو اهم مشروع عندهم لما بيعملوا بحلات بقالة يعي ده كان اكبر تصوراتهم الاقتصادية هو شاطر وخيرة الشاطر كان شاطر في خصة البقالة البقالة والنقابات وفلوسه كلها هو حسن مالك من معارض الموبيليا استغلوا الحالة السلع المعمرة والكلام ده كلها وبقال كده راحوا عملوا شركات اوف شور ورحوا جنوب افريقيا ورحوا الدول دي وعملوا شركات تانية كتير فهو هنا انت هتشوف الحالة الاقتصادية هنا مفيش رؤية خالص واحنا كنا شايفين انحضار ازمة انابيب ازمة كهربا ازمة بنزين ازمة في سلع التامونية اه لا رحين في خراب مستعجل دي اتنين ازمة السياسية بقى شوفها على الرؤية السياسية مفيش رؤية سياسية والدليل الموضوع حتى اللي حصل في موضوع الاجتماع بتاع ساد النهو دي ناس على الهوى ده على الهوى دي ناس متخلفين عقلية ناس متخلفين عقلية نعم متعرفش حتى وفي الاخر يقولك احنا تعمدنا طعا ما انت تفسد علاقتي بقرة بالكامل بقرة بالكامل وهد الدول وحاجات زي كده فانت معندكش رؤية سياسية وفي ذات الوقت تخبط رفع شعارات في الرؤية السياسية دينية يعني ويرفع شعار ديني كبير جدا وبتاعه والإسلام وفي النهاية قولك اخي العزيز بيريز فاكر الجواب ده لو فكرك بعدك الله بفتكر معك على الهوى خلي باك انا بتكلم بتلقيه مش محضر لا لا انا احنا عاديين بنتذكر وانت اللي انا عصرناها كلنا صحيح في جيل من الشباب ما شافش بالمناسبة للاسف لحسن حظه وللاسف في نفس الوقت للاسف لانه انا ببقى خايف لحسن يتم العبس في دماغه ولحسن حظه انه ما شافش الايام السودة دي ولذلك احنا عاوزين نذكر دايما يعني نيجي كنعمل نذكر بالحاجات دي في عمال درامية في عمال في برامج صراحة مهمة جدا للاجيال تفهم ما ما كان يجري انه حاجات صراحة كانت مأساة حقيقية مأساة بكل المقيس انا اقول لك الحاجة انا اتمره ااا رحت كلفت بعمل اه صحفي فروحت اعمل ااا حوار مع القيادة اللي هو بيسموه قيادة جهادة كبير جدا اسمه احمد عشوش فهو طبع فهو رجل من تنظيم طلع الفتح مؤسس السلافيات الجهادية وهو بيقول لك انا مؤسس اا المؤسس الحقيقي لما يسمى الطليعة المقاتلة في مصر طليعة المقاتلة طب ماشي يا سيدي فروحنا له اا وكان معنا مصور بس اه وانا كنت بينه وبينك في مغامرة سريعة مرتعب انه يكون شافني في التلفزيون اه فلو رحت هينفرد بي هناك وانا مش عارف فانا رحت فيهم ففجئتنا داخل الى مقابر في قرية اسمها العوايد تبع البحير ما بين البحير اسكندرية ودخلونا اخدونا بعربية فور بيفور ودخلونا على المقابر جوه الموتى وهو عامل مكتب بداخل المقابر وسط المقابر مكتب فخر جدا ومكتبة وكلام زي كده ومعاه ابنه صغير بيتكلم انجلش امه من البوسنة معرفش كلام عربي وقعدت معاه فالحمد لله ما كانش شافني هو في التلفزيون او ما عرفنيش يعني فالحمد لله فطبعا ففجئت معاه ناس كتيرة جدا وده داخل وده طالع فانا سألته صغيل قلت له انت مين دول وانت ناوة تعملين قال لي انا لي في كل محافظة نزل دول ولو تم عزل مرسي هنعملها هنولى على البلد طبعا ما عملوا كده في الصعيد اعني في المين انا بديك مسأل بس وهذا الكلام مسجل صوتا وصورة كل الترحيب بضفنا العزيز الأستاذ مهار فرغالي الخبيل في شؤون الجماعات المتطرفة فصورت كل حاجة مع عشو قانية مسجلها صوت وصورة اه طبعا صوت وصورة كان معنا مصور محترف وصور كل حاجة وفي الحقيقة انا زهلت زهلت من حجم العدد اللي معاها حجم الفلوس اللي معاها حجم العربيات الفور بي فور لا ده واحد من جامعات مختلفة اذكر في الفترة دي بس ما تقفاشش عشو لا ما في السجن موجود موجود في سجن الأقرب ازوره ازوره لو سجن الأقرب اشوف وشه لو بره السجن كان خرب الدنيا الفترة دي اه بدري اه ده بقى يعكس فعلا كفاءة الأجهزة الأجهزة اه فاكر كواس جدا حاجتين يعني كنت بانزل دايما طبعا الميدان في الفترة دي داني بتحرير فترة وبعدين معدف هم كانوا نصبين خيام في الفترة دي بالمناسبة كان توفيق فريق زيادة ييجي من السيناء يدخل خيام ومش عارف محمد الزواهري ومش عارفه مين ومين وياخدوا بيعات ياخدوا البيعة جوا كانوا الخيام بتاعتهم عند مدان النهضة في الدقي وفي ربع العدد اي انا فاكر اليوم ده كنت معدف التحرير عند المجمع وبعدين في شوية خيام كده الحركة اسمه طلاب الشريعة انا كنت اول مرة اسمع عن طلاب الشريعة دي عاوز اعرف ايه ايه حركة طلاب الشريعة فهما مشغلين اناشيت دينية سوري والكلام ده بالميكروفون فالراجل عجوز معد دي فبيقول لي يا ابني هو ايه اللي بيحصل في البلد هو مصر ضاعت ولا ايه مش ترجع تاني ولا ايه تقول لها بإذن الله هترجع بص كده للحاجات دي فانا فاكر كواس جدا فيه ناس كانت عندها قسى حزن من اللي بيحصل طبعا وهناك روح تبقى قابلت عادل عوط شاحته وده برضو ما قفوش زي عادل عوط شاحته ده ده خد واخد 25 سنة في الهجوم على كنيسة من الكنيس بعد عز الاخوان عادل بيقول لك وقف يقول لك انا مسؤول الجهاد في مصر تنظيم وده فيديو بالمناسبة ده جهاد الجديد عادل عوط شاحته ده اللي كان هيفجر جنازة الرئيس الراحل أنور السلام لغم نفسه وبس الجنازة عدت من الشارع تاني غير الشارع اللي هو فما سوف فانت بتتكلم على عناصر ايه بقى لعدل بلد كانت هتخرب يا جماعة لأ انت الناس لازم تفهم ولجال اللي جاية لازم تفهم ماذا كان سيجري في الاقتصاد ماذا سيجري في الجانب السياسي انت كنت تخسر كل الدول العربية في الجانب السياسي واوالهم دول الخليج المحيط بالنسبة لي انه جماعة بتدعي انها جماعة مسلمة واسلامية وتدعو للخلافة الاممية وكل الكلام الهجس اللي بيقولوا وخفضوا الرسوم والضرايب على الكباريهات في شارع الهرم كانت بالنسبة لي مفارقة غريبة جدا وبعدين لما اتطردوا من الحكم راحوا فجروا متحة في التاريخ الاسلامي هو انت اسلامي ولا ما انتش اسلامي ولا انت عايز بالزبط ما عندوش هو الحدود دي هو عنده ما يطلق عليه فقه الواقع انا فسر لك الحالة فقه الواقع ماذا يقول الواقع ليه مش الشرق الواقع عنده هو الشرق فقه الضرورة فقه الضرورة فبيقولك يجوز الكذب في رحزة الحرب اذا ذهبت الى الساحر فقل حبساني اهلي واذا ذهبت الى اهلك فقل حبساني الساحر حديث يا سيد في البخاري ما هو قال له اجذب ساعة الحرب فانا باجذب انا اسرق ساعة الحرب انا اكون كامن ساعة الحرب انا اعمل اي شيء احرق المتحة في التاريخ زي ما حضرت بتقول ساعة الحرب ضرورة فهو بيعمل اي شيء هيعمل اي شيء طالما هو يحقق سوف يحقق هلاله للارجة انه ممكن يتخلص من اتباعه هو كمان اشتركوا في القناة